بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتكلم دلوقتي على البرغرامينج فيتشارز وبنستكمل مع بعض الفيد ريت وهنشوف ازاي بنعمل برغرامينج للفييد ريت قللي you can specify the feed rate for cutting motion in one of two ways عندي حكتين اتنين اقدر اعملها لاما اعمل per minute لاما اعملها per revolution طب لو جيت على G98 اللي هو الكود G98 يقول لي ايه ده بستعمله في الper minute fashion بيقول لي ايه inch or millimetres per minute يعني لو هشتغل على inch او millimetre per minute هستعمل ايه G98 طب لو هستعمل per revolution مش per minute اللي روح على G90 يبقى ده in per revolution fashion بيقول لي برضو inch or millimetre per revolution هو هستعمل فيه الكود اللي هو ايه G99 طب الف اللي هو feed rate ايه الكود اللي انا بس اعملهولي قال لي الف كود an F word specify the feed rate بتاعنا كده نشوف بيقول لي ايه in inch mode لو انا اشتغل على inch mode فيقول لي ادي G98 يبقى انا ادي G98 اهلا انا اخدتها يبقى ايه تشغل ايه per minute G98 F اللي هي الفيت بتاعتي بففتين فبيقول لي ايه معنى الكلام ده قال لي 15 inches per minute يبقى الماشين هتشتغل 15 inches per minute طيب لو انا هشتغل per revolution قال لي G99 الفيت ب 0.005 يبقى كده 0.005 inches per revolution يبقى ايذن G98 و G99 بتحقال ان انا هشتغل per minute فاشون ولا per revolution فاشون تعالى نشوف كده the per revolution بيستعمل امتى فبيقول use per revolution اللي هو G99 for almost all cutting operation يبقى دائما ان اشتغل اللي هو per revolution for all cutting operation هو المست كومن اللي هو نستعمله في معظم العمال بتاعتنا اما ال per minute اللي هو G98 whenever you want to make feed rate movement with the spindle stone طيب كده يبقى ايه عرفنا feed rate بتتعمل ازاي تعال نروح لاخر حاجة بنكتلم عليها في البرغرامنج وهي اخر حاجة في هذا اللي هي البرغرامنج اللي هي عملية ايه الكولنت فبيقول لي الكولنت عندي فيه كودز بنعمل بها عملية الكولنت يقول لي two more more M codes control الفلد كولنت اللي هم ايه الM08 والM09 M08 يقول لي turn flood coolant on يبقى انا لو عايز اعمل الكولنت on او البركوشن on هنقول له ايه M08 لا انا عايز اعمل اوف ليه بقول M09 اللي هي turn flood coolant off يقول لي الكولنت is of course used to cool and lubricate the cutting operation لذا انا بقول لك coolant او lubrications بكده نكون وصلنا لنهاية هذا الشابتر نراكم ان شاء الله في الشابتر القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته